ايه واعتاكل عند صبحي كابر تاني. قلوني اذا ما غزة كنت تشغل قادمة كنت شغالة عندهم انا صعب المحل اشتغلت عندهم. نصب عليه كل صروته اتخذت. هو لعم صبحي يطلع في فيديو وكان بيعيط وبيقول ان هو محله اتاخد منه واشتغل عامل فيه. بس مش هاجل اتعايد. لا لا مش هاجل. بس هاجل اتعايد. فجينا مبارح ان كل المواقع بتتكلم في انه صبحي كابر محله تباعة. رغم ان الفترة اللي فاتت كلها الناس كان بتروح عادي جدا في المحل. وبتاكل وتشرب على انه محل صبحي كابر. اللي الناس كلها عارفاهم متعودة عليه. من اعظمنا تقريبا دخلنا المحل ده وكاننا وشربنا فيه وعافين ان الاكل فيه من اجود انواع الاكل والاكل فعلا ممتاز جدا. بس بعد كلام صبحي كابر مبارح الناس كلها بدأت تتفاجئ انه ازاي بقالنا سنة ومش عارفين ان المحل تباع وما بقاش تباع صبحي كابر. اللي حصل ان صبحي كابر طلع في وكان بيتكلم على المحل ده. وبيقول ان هو من شهر واحد اللي فات. ما يعرفش عنه اي حاجة. لانه باعه عشان تخسر كل فلوسه. كل صروته اتخدت. وتنصب عليه في ميتين مليون جنيه. القصة بدأت لما واحد جه لصبحي كابر. وقال له ان هو عايز يشاركه او يفض منه فلوس. علشان يدخل معاه في صفقة للدرع. لان الدرع كانت اسعارها هتغلى. وكان فيه فرق في سعر بين الجنيه والدولار. وعشان كده قرروا ان هم يشتروا صفقة كبيرة جدا من الدرع للموايش بتاعتهم اللي موجودة في المزرعة. لانه كل الناس عارفت ان صبحي كابر عنده محل في شبرة اللي هو في الساحة ده المحل الاساسي. ومحل تاني في السعودية. وعنده مزرعة عجوي. والمزرعة دي على طول بتحتاج درع. وعشان كده قرروا ان هم يدخلوا في الصفقة دي. الشخص اللي جاله ده كان شخص هو واسق فيه. وقاله ان هو هياخد منه فلوس علشان يجيب الدرع. ويخش بشراكة معاه. فقال له ماشي. وفعلا صبحي كابر. وفقه عن الموضوع. وبعد له تحويل بمئتين مليون لنيه. وفعلا التحويل ده تم والراجل خد الفلوس. بس عشان كان دايما صبحي بيحاول ان هو يساعد غيره من الناس. فقال لواحد تاني من اصدقاء والمقربين اللي هو المفروض عارفهم. ودايما بيشتغل معاه كتاجر. ان هو هيخد منه خمسة وسبعين مليون عشان يشغلهم له برضو في موضوع الدرع. وفعلا خد الخمسة وسبعين مليون من الشخص التاني علشان يشتغل. المؤمن ان الشخص الاساسي اللي هو النصب خد الفلوس من صبحي كابر. ومن الشخص التاني اللي هو الخمسة وسبعين مليون. والمتين مليون بتوع صبحي كابر. وطلع بره وما حدش يعرف عنه حاجة. ونصب على صبحي كابر في ميتين مليون جنيه. طبعا الموضوع ما اخلصش لحد كده لانه صبحي كابر بيمتلك المزرع بتاعته. الفكرة هنا كان المحل بتاع الساحل شغال زي ما هو. المحل السعودية شغال زي ما هو. بس صبحي كابر كان عليه خمسة وسبعين مليون جنيه. وكان لازم يترده للشخص اللي هو اخده منه كنعمل انواع الشغل. بس الفكرة ان الشخص ما يعرفش النصب. الشخص ده يعرف صبحي نفسه. فقال له تمام. بناءا عليه اداده الفلوس. وفعلا صبحي كان ملزم قدام الرابل ده انه يديه للخمسة وسبعين مليون. بس عمل كل المحاولات الممكنة ومعرفش يديه الفلوس دي. فقرر في الاخر انه بيع المحل بتاعه. عشان يعرف يسند يفلوس اللي عليه. وفعلا بيع المحل بتاعه على اتفاق ان هو هيكمل من توريد المزارعة بتاعته للمحل. لان اساس شغل المزارعة كان على المحل بتاع الساحل. وفعلا اصحاب المحل الجداد قرروا ان هم هيوردوا الشغل من مزارعة صبحي للمحل الجديد. وصبحي كان بيتكلم ومصعدان عليه جدا نفسه انه تبيع المحل بتاعه اللي اسسه وبناء طوبة طوبة على كلامنا وباعوا في الاخر بسبب الدين اللي عليه عشان قال كده بالزبط يدفع يتسجن وانا ما ينفعش اتسجن بعد كل العمر ده. بس للاسف الموضوع ما مشيش زي ما صبحي كاميرا تبلو هو فعلا نسدد الفلوس اللي عليه بس الناس اللي خلت المحل بعد فترة والكلام ده تم في شهر واحد ان هو باع المحل بتاعه والناس دي بدأت تدير المحل ده من شهر واحد اللي فات. الفكرة انه الناس دي بعد فترة قالت له لأ احنا مش محتاجين التوريج بتاعت من المسرعة احنا هناخد ح كلامه ان هما استرخصوا في سعر اللحم اللي هما بيجيبوها وعشان كده الناس حست بفرق الجودة ما بين ادارة صبحي وما بين الادارة بعد كده الجديدة للمحل ده. والناس منعت التوريج من المزرعة بتاعته ان هو يخش للمحل. بس برضو على كلام عام صبحي ان هو تحد دلوقتي المزرعة معاه والصفحة بتاعة المحل معاه والاسم هو لسه معاه لانه هو صبحي كابر بنفسه. بس لما حاول يهيل الموضوع معاهم بشكل ودي رفضوا تماما وقالوا انه ما ينفعش يورد تاني. وهم هيعرف ويوردوا اللحمة بمعرفتهم هما. وفي اللحظة دي طبعا المزرعة بقى كل انتاجها ما بيروحش لاي حد لانه كان انتاجها الاساسي بيروح للمحل ده. وعشان كده خسر صبحي كابر الميتين مليون في الاول مع النصاب. والخمسة وسبعين مليون سددهم تاني فما بقاش عليه حاجة. بس في نفس الوقت المزرعة انتاجها ما بيروحش لحد. فالانتاج الجديد ما حدش بيشتريه وما فيش منطر دخل وساعتها صبحي حس ان هو على اللفظ اللي هو قاله تحديدا انه بعد ما كان صاحب محل بقى في الاخر مجرد مورد. وفي الاخر بيترفض شغله كمان. والمحل ما بقاش معي. فصحب عليه نفسه جدا وبدأ يبكي في اللقاء ده. وقال ان هو ما كانش يحب يوصل دي المحل دي. وعلى الناحية التانية تماما كان الناس اللي اشتروا المحل بدأوا يردوا على الصحافة والاعلام والناس اللي بتتسم بهم وبتسألهم وبتعمل معهم اللقاءات. انه مش ده اللي حصل بالعكس صبحي. نمكن يبقى صاحب المكان في اي وقت. لو هو سدد الفلوس دي. هيرجعوله محله تاني من غير اي مش طب المشكلة فين? وليه صبحي بيعمل كده? وليه الناس دي بتقول ان صبحي بيعمل كده ضدهم? يعني هو بيسوق سمعة محلهم بعد ما بعلوهم المحل وقال لهم انه هيفضل بنفس اسمه على كلامهم هم. لكن هو بيقول انه ما بعش غير حيطان وارض. لانه المحل في الاخر هو حيطان وارض لكن البراند اللي هو اسم صبحي كابت هيفضل معه هو من حقه ومن حقه انه هو يفتح محل تاني وبيقول على كلامه انه هيفتح في اقرب وقف. وربنا ان اراد ان هو يشتغل تاني في نفس المجال هيشتغل عادي وهيكبر لو ربنا رياد له ده. كل مفروض الناس اللي اشتريت المحل ان هم ناس تجار عربيات ومشهورين ومعروفين بتجاريتهم في العربيات. بس لما قرروا ان هم يشتروا المحل بعد ما صبحي كابر عرض عليهم المحل ده. وقال لهم ان هو فديقة مالية ومحتاج الفلوس. وعشان كده قوم وافق ان هم يفقوا. زنقتوا المالية دي. ويددوا له الفلوس. ويفضوا المحل في المقابل. بس في الاخر بعد الضجة اللي حصلت اكيد ناس كتير مش هتروح محل صبحي كابر زي ما كانت بتروح. لانها كان بتروح على اسم صبحي كابر. اسم البراند اللي مشهور. والناس كلها بتروح على اساسه. حاليا فيه ناس بتقول ان المحل هتضار بسبب ان فيه ناس كتير مش هتروحه. بس الملاب بيقول له ان الدقة دي جات في صالح المحل والناس بقيت تروح اكتر. ولما سأله صبحي كابر عن سر اسمي كابر. قال ان هي بنته اللي اسمها كابر. اللي جات له بعد شوء او بعد فترة طويلة جدا كان نفسه في اطفال. وما كانش بيجيله اطفال لمدة تلاتتاشر سنة. بعد ما دفع على دكاترة كتير. وفي الاخر ربنا رزقه بيها. وعشان كده بقى اسمي انتماء لاسمي بنته. اكيد طبعا صبحي كابر خسر كتير واتنصب عليه في رقم كبير جدا. واكيد برضو الناس اصحاب المحل الملاكي الجديد هم كمان خسره بسبب الضجة اللي حصلت. بس تفتكر مين فيهم سادة ومين بيقول الحقيقة? ومين فعلا اللي استغل مين من الطرفين? هل عم صبحي نفسه اللي مصدوم? ولا الملاكي المحل هم اللي تظلموا في الموضوع ده? الناس كدير قررت انها ما ترحش اصلا عند صبحي كابر. وناس تانية قررت انها تروح علشان تاكل وتشرب وتشوف طعام الاكل. نستني رأي في الكومنتات مين فيهم اللي ممكن يكون ظالم ولا مين فيهم المصدوم. اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا